بل كبير جدا من القراء والجمهور من مختلف الفئات العمرية في أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب واللي بيعتبر الحدث الثقافي الأهم والأبرز في المنطقة العربية كلها الناس طبعا بتستنى من السنة للسنة وكتير من الأسر المصرية بتعتبر خروجة كده لكل الليلة خصوصا في الأيام اللي احنا من يشهد الوقت أيام أجازات زي النهاردة وبوكرة جمعا صحيح يا شهزي حيا أن معرض القاهرة الدولي للكتاب من أهم يمكن المعارض اللي ليها علاقة أو متعلقة بالقراءة مش بس في مصر لكن في الشرق الأوسط وتاني أكبر معرض حتى عالميا ويمكن الحقيقة هو مش بس كمان مجرد مكان لبيع وشراء الكتب لكن كمان بيكون متنفس ومتنزه ثقافي وفني للأسرة مصرية بشكل عام وكده بنلاقي كتير جدا من رواد المعرض دايما حارسين أنهم يروحوا بدري عشان يلحقوا يلفوا المعرض كله ويدوروا على الكتب اللي هم عايزينها كمان جناح الأطفال بيكون في مجموعة كبيرة جدا من الفعاليات الثقافية والفنية زي ورش الحكي الرسم والتلوين وغيرها من الفعاليات اللي تجذب الأطفال وأعتقد أنت بنتك أمبارح كانت حريصة أنها تروح سهل جاهزين ده حصل آه يعني بتروح دائما أول يوم في المعرض وبالمناسبة أمبارح كان زحمة عن النسخة اللي فاتت من المعرض كان أزحمة وهو معروف أن أول يوم طبعا بيكون زحمة بشكل عام لكن النسخة دي الإقبال كثيف جدا من كل الفئات العمرية زي ما كنا بنتكلم وبخصوص بقى موضوع للتلوين والوجناح الطفل فإحنا يمكن خدنا جولة كده قبل المعرض ما ينطلق وشوفنا الاستعدادات والتجهيزات الدنيا هناك يعني زي ما حضراتكم شايفين في الصورة دي المشهد ده من اللي حصل الإمبارح إقبال كثيف من كل الفئات العمرية كل القاعات مجهزة المتطوعين زي ما كنا بنتكلم حضراتكم بالأمس موجودين تم تدربهم تم توزيعهم على القاعات والأجناحة اللي موجودة جوا عشان يساعدوا الناس في حال حد محتاج يستفسر عن حاجة حد محتاج يروح جناح معين أو بيستفسر عن كتب معينة كل ده كان تم الاستعداد لي طبعا قبل انطلاق هذه النسخة معظم دور النشر كمان مقدمين عروض كويسة جدا وخصومات كتيرة على الكتب والإصدارات وده بخلاف طبعا دور النشر الحكومية المدعمة زي المركز القومي للترجمة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كمان الهيئة العامة للكتاب أكيد والمجلس الأعلى للثقافة كل المؤسسات دي بتقدم عروض كتيرة جدا وكتب كتيرة بأسعار مخفضة يمكن المشكلة الوحيدة جمانة اللي بتقابل الناس والممكن بنتي قالت لها مبارح ان الناس لما بتشتري كتب بتبقى كتير فهم مش عارفين يخرجوا من الماء عشان هيخرجوا بره خالص ويحطوها مثلا في العربية ويرجعوا يدخلوا تاني فبيضطروا ان اليوم بيبقى طويل طبعا فبيشولوا كل الكتب دي معهم في شنط بعض الناس بتجيب الشنط اللي هي بتتجرد بتلسه أقولك يعني لما حتى كنا بنتروح من زبان جدا أنا وماما كنتلتزي بيقع معاها شنطة عشان تقدر تحط فيها الكتب بتتجرد يعني أعتقد ده عرف أو دي إعادة المتعودين عليها عشان مهاردة كتاب تروح تجيب كتاب واحد تروح تجيب مجموعة من الكتب لكن بالنسبة للنقطة ركلمتي فيها فكرة حجم النشرين اللي موجودين في معرض القاهرة دولي للكتاب السندي السندي بيشارك في المعرض حوالي 1200 نشر من 70 دولة ده طبعا بجانب كمان ندواته الفعاليات الفنية والثقافية اللي بتؤكد فكرة شعار المعرض نصنع المعرفة ونصون الكلمة النهاردة طبعا هنكون مع حضراتكم في تغطية الأهم الفعاليات والندوات الخاصة ومعرض القاهرة في دورته الخمسة وخمسين ومش عايزين طبعا ننسى نحن نشكر كل القائمين على هذه الدورة ومعرض القاهرة دولي الكتاب كمان المتطوعين اللي موجودين في معرض القاهرة دولي الكتاب اللي بيساعدوا كل الزائرين طول وقت طول وقت المعرض من الصبح لحد بالليل أكتر تقريبا من الساعة 8 للصبح لساعة 8 بالليل يا شازلي نشر ساعة موجودين لمساعدة حضراتكم فلو حد احتاج أي حاجة في أي لحظة أي سؤال لو حابب يعرف أماكن أجنحة معينة متعلقة بالكتب أو أي شيء احتاجتوه لك المتطوعين هيكونوا معاك على طول ومستعدين أنهم يساعدوا حضراتكم في أي شيء تحتاجوا ومرة تانية بنسبح على حضراتكم صباح الخير والسعادة عليكم صباح